لا نريد سوى أن يعطينا العالم فرصة لإثبات قدراتنا بهذه الكلمات ظهر الفتى السوري محمد الجندي الذي لم يتجاوز عامه السادس عشر في حفل تتويجه بجائزة السلام الدولية للأطفال في مدينة لاهاي الهولندية الجندي طالب بعد إعلان اسمه كفائز للجائزة العالمية العالم بمعاملة السوريين وتحديدنا اللاجئين على أنهم أشخاص طبيعيون مضيفا أن اللاجئين مثلهم مثل أي أناس آخرين يعيشون في هذا العالم محمد كان قد تمكن بمساعدة عائلته من بناء مدرسة تتسع لنحو 200 طفل لاجئ في أحد المخيمات في لبنان حيث كان يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية ومدة الرياضيات لأطفال المخيمات وتلقى محمد جائزته من حاملة هذه الجائزة عام 2013 والحائزة على جائزة نوبل لعام 2014 النشطة الباكستانية ملالة يوسف زي والتي علقت بدورها على منح الجائزة للفتى السوري بالقول إن مستقبل سوريا بأيد هؤلاء الأطفال ومستقبلهم يبقى مرتبطا بتعليمهم محمد لم يكن أول السوريين الذين فروا من جحيم الحرب في سوريا واستطاعوا أن يثبتوا للعالم أن لديهم طاقات كاملة وقد سبقه كثيرون بإنجازات علمية وإنسانية أبرزها المهندس يحيى الخالدي في الأردن مخترع ما يعرف باسم الشارع الذكي كفكرة مبتكرة توفر الطاقة والمال بالإضافة إلى الشاب السوري عبدالوهاب عميرة والحائز على جائزة أصغر مخترع سوريا